ومصر عرفة وشايفة وبتصبر لكنها في خطفة زمن تعبر وتسترد الاسم والعنوين ده كلام الخالي الأبنودي عن مصر وإحنا بنقول إن مصر بتسترد اسمها وعنوانها عشان تبقى مصر بلدنا القوية الجميلة المتطورة زي ما كلنا بنحبها مصر بتسترد اسمها وعنوانها لما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إنه يقتحم المشكلات وتحديات كتيرة أهمها إنه يقتحم مشكلة الفقر والعوز مصر بتسترد الاسم والعنوان وهي بقائدها وحكومتها وشبابها عايزة توفر للمصريين حياة كريمة فريق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بيلف ريف مصر يشوف أهلين هناك ويسمعهم يحس بيهم ويرصدهم أمهم بيبزي المجهود ويتعب عشان يشير الحملة عنهم ويرجع التحكة لو شوشهم دا حصل مع أكتر من 750 ألف أسرة في كل محافظات مصر ومنهم أسرة عز الرجال في ضمنهور ومحمد في بني سويف أحنا هدافنا إن إنتي ترسي بيساعد على العالم بيساعدة بنات وربوهم بيساعدة في اليوم 20-30 جنيه مصاريف أولاد بيساعدة في الصالة بيساعدة في الصالة بيساعدة في الصالة فضلت مهي يلعب لوحده هو السطح بس تلقى البيت نوب والولا منطوف الشارع ديت إحنا شاريين البيت وهي زي ما هي كده مبنية من زمان يعني بجيت البيت الطفاء شوية طير قلنا نضرب طفاء لما أغزى الحمار فلما البيت واجع بجأة نظفناها وقعدنا فيها بلما واجع البيت هنروح بيه النات كلها تقول تعالى عندي وتعالى بس أنا طبعا عروح تسجل عالناس إيه بس أنا مش فاردة معاية ستة أفراد فأنا جوزي تعبها بعجب شوق وبيتنا زي ما انتش عايف كنت وإحنا أسرة عشرين دين ولا ثلاثين دين يعملوا إلا هاي في اليوم بس إحنا الحمد للربنا وشكرا وفضله برضا موسيقى أنا استحملت كتير بترجوي موسيقى وخدت الرجلتي وغدمته على جد ما يمكن كانش قديد كانش كده جي تعب عيام قديل عشد سنين وباخد علامة مشعل علامة غريض طعبان عيان ماش بقدر جيب العلاج تقية ماش بقدر جيب العلاج تقية مالاش غالة دي خدت الحقنة كلهم بقدت حقنة ما خدتش حقنة مقدرش يقوموني أبدا إحنا ودنا للتكاترة يقول لي ما نكشف على إيه يقول لي يقول لي عنده قلونة عصبي يقول لي يقول لي عنده تضخم في الكبت أنا بجأة أطلع لبيوتة أشتغل واشي التبني واشي الغلة واخصل بطاطن للناس لما طلحت أولادي دل وعلمتوا محسى العلامة عمر ما رفت لحد على باب مهما يكون جاءانا وانحنا عنا ربنا بقول لي يا محمد يا قصيرة هي الشلام هي بتجر علي والحمد الله على كده المشكلة إن محدش كان عايز يواجه المشكلة يمكن كان فيه طاعاته يمكن كان فيه مجودات لجمع تبرعات لكن ما كانش فيه قرار قرار جزري لتحسين حياة أهلينا الريف المصري بقاله الأولوية إنه يبقى مشروع مصر القوم أم محمد جزرها المستشفى وتشخاصت حدله ودلوقتي بيتعالب وإن شاء الله يخفه ويرجع زي الأول وحسن أم محمد جالها مكنة خياطة تشتغل عليها وعم عز بيته بيتسالف والد الرسيك ينقل في الأرمين وكمان تعملوا كشف نظر حياة كريمة أسست نئا عن سعج بمبادرة من سيطة الرئيس بصراحة محدش أنسح أبدا يعني حياة كريمة على مستوى الجمهورية عمل الشغل عملاء كبير إحنا بدينا من هاتمين وحياة أي حياة؟ كريمة ينصروا ربنا وخليه عشان هو عمل الحاجات الحلوة داي أشرطت الشمس بعد ظلام على مصر وعلى الصيد يكفيني إنه بدل ما يدوني فلوس علموني صرافة حبيتي حياة كريمة بنا بيوت تشديد كامل حمام مطبخ قطين وصلاة مجبر أنا أشتغل مع حياة كريمة تحيا مصر تحيا حياة كريمة